أعزاء الطلبة نعود وإياكم إلى الهيدروكاربونات ذكرت سابقاً أنه الهيدروكاربونات نوعان هيدروكاربونات مشبعة وهيدروكاربونات غير مشبعة من الأمثل على الهيدروكاربونات المشبعة هو الميثان سؤالنا كيف يحضر غاز الميثان مختبرياً؟ الجواب يحضر من تسخين خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم وأوكسيد أو هيدروكسيد الكاليسيوم ويجمع بالإزاحة السفلية للماء كما في المعادلة التالية تحضير غاز الميثان موجود عندك صفحة 95 بالنسبة إلى الميثان الميثان من الهيدروكاربونات المشبعة ومعنى كلمة مشبعة أي أن الآصرة بين ذرات الكاربون تكون تساهمية مفردة أنتقل إلى غاز الإفلين كيف يحضر غاز الإفلين مختبرياً؟ الجواب من تسخين كحول الإفيل مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركز إلى درجة 170 درجة سيليزية ويجمع بالإزاحة السفلية للماء تحضير غاز الإفلين صفحة 96 معادلة أمامك أنتقل إلى غاز الإستيلين كيف يحضر غاز الإستيلين؟ هذه الطريقة تعتبر طريقة مختبرية وصناعية في نفس الوقت وذلك من إضافة الماء تدريجياً إلى كاربيد الكاليسيوب ويجمع الغاز بالإزاحة السفلية للماء أيضاً معادلة أمامك الغاز تحضير صفحة 98 سنجي ندرس خواص الغازات الثلاثة بشكل مقارنة غاز الميثان من حيث اللون والرائحة عديم اللون والرائحة غاز الإفلين عديم اللون غاز الإستيلين عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم أنتقل إلى قابلية الذوبان غاز الميثان قليل الذوبان جداً في الماء غاز الإفلين لا يذوب في الماء وغاز الإستيلين لا يذوب في الماء لهذا السبب جمعنا الغازات بإزاحة الماء إلى الأسفل رقم ثلاثة الاشتعال يشتعل الميثان بلهب أزرق غير داخن معطياً ثنانيوكسيد الكاربون وبخار الماء وطاقة كما هو واضح في المعادلة غاز الإفلين يشتعل بلهب داخن معطياً أيضاً ثنانيوكسيد الكاربون وبخار الماء ويشتعل غاز الإستيلين في الهواء بلهب داخن وفي الأكسجين بلهب أزرق معطياً ثنانيوكسيد الكاربون وبخار الماء كما واضح في المعادلة التالية التفاعل مع ماء البروم بالنسبة إلى غاز الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم الأحمر لأنه مشبأ بينما يتفاعل الإثيلين مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه ويتفاعل الإستيلين مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه والسبب لماذا يتفاعل الإثيلين والإستيلين مع ماء البروم ولا يتفاعل الميثان مع ماء البروم لأن الميثان هيدروكاربون مشبأ بينما الإثيلين والإستيلين من الهيدروكاربونات الغير مشبأ بالنسبة إلى استعمالات الإثيلين موجود عندنا صفحة 97 يستخدم في تحضير البلاستيك أو لدائن يستخدم في أنضاج الفواكه يستخدم في تحضير الكحول بالنسبة لإستخدامات الأستيلين موجود عندي صفحة 98 يستخدم كمادة أولية في صناعة البلاستيك وحامض الخليك ويستخدم في توليد الشعلة المسمات الشعلة الأوكسي أستيلينية إذا نريد أن نأخذ تعريف للشعلة الأوكسي أستيلينية هذه الشعلة هي الشعلة الناتجة دعنا نرى تعريفها ناتجة من مزج غاز الأستيلين والأوكسيجين حيث تتولد شعلة تستخدم في قطع المعادن أو لحمها أنتقل إلى طرق التمييز بين الهيدروكاربونات المشبعة والغير مشبعة سؤال بمعادلات لفظية ميز بين غاز الميثان والإثيلين أو بمعادلات لفظية ميز بين غاز الميثان والإستيلين سيكون جوابنا كالآتي الإثيلين مع ماء البروم الأحمر يختفي اللون الأحمر بينما الميثان مع ماء البروم الأحمر لا يختفي اللون الأحمر نجي إلى السؤال الآخر الإستيلين ويماء البروم الأحمر يختفي اللون الأحمر بينما الميثان لا يختفي إذا نجي نسأل شنو السبب؟ ليش الميثان من أجي أضيف لماء البروم الأحمر ما يختفي اللون الأحمر يبقى ما يتفاعل لأن الميثان هيدروكاربون مشبع بينما الإستيلين والإفلين من الهيدروكاربونات الغير مشبعة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم في درس آخر إن شاء الله شكرا